وثيقة العقد الديني وثيقة أطلقت من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM مع مؤسسة مسارات السلام خلال مؤتمر جمعت فيه رجال دين مسلمين من المذاهب الإسلامية في العراق لتقريب وجهات النظر ودعم تعايش السلمي المشترك بين مكونات المحافظة المؤتمر أهمية كبيرة كونه ينعقد في هذه المدينة التي تعرضت لمرحلة جدا مرحلة حرجة من الإرهاب والتطرف وتضررت معنويا وعمرانيا وماديا وجمعت في رحابها من الشيعات والسنة والأيزيدين والمسيحيين استغرق هذا العمل ثمانية أشهر الذي استهدف جميع المحافظات العراقية ونال بتركيزه على المجتمعات التي تضررت من الإرهاب كالأيزيدين والمسيحيين إرسال خطاب موحد إلى الأبكم اليزيدي في محافظة نينوى يعبرون فيه عن استنكارهم وشجبهم لجرائب داعش وعن وقفتهم مع أبناء دياليزيدية في هذا المجتمع عانت نينوى لسنوات طوال من الاقتتال الطائفي والتهجير القسري آخرها مرحلة سيطرة تنظيم داعش الذي قتل وهجر كل من يخالفه فكريا ودينيا ليخلف تركة ثقيلة على المجتمع وصول برنامج لخدمة الدعم المجتمعي وراءباً صدعاً لحصل بخصوص الفتر اللي حكمت فيها داعش بزاد في نينوى وتغلب على القبن الموجود لأنه هناك قبن كثير جداً وهذا القبن أدى إلى تأخير رجوع النازحين وتعمل المنظمات الدولية منذ استعادة الموصل على إنهاء الشرخ المجتمعي الذي أحتثه داعش بين مكونات المحافظة لكنها تواجه الكثير من العقبات نتيجة الخلافات التي لا تزال قائمة في بلدة سنجار عمر أزيدي واني نيوز الموصل ترجمة نانسي قنقر